طيب النهاردة كمان بالمناسبة فريق الشباب كانت عادل مع سموحة في الأسبوع الأول واحد واحد وفاز على الزمالك فأصبح رصيده أربع نقاط من مباراتين إذا كان الشباب تعادلوا مع سموحة واحد واحد في افتتاح الدوري فالأهل الفريق الأول فاز على سموحة بقيادة الكابتن حسام حسن النهاردة فوز مهم جدا هدف سجله رمضان صبحي علشان يهديه لابنه زين يمكن كلنا شفنا رمضان وهو بيحتفل على طريقة ببيته ويهدي الفوز لابنه اللي رزق به هذا الأسبوع عشان يكون زين الأهلوية إن شاء الله فوز مهم جدا على سموحة في توقيت كمان عايز أقولك إنه ودي المسألة يا جماعة اللي هي في التأهيل النفس بقى كابتن خطيب اهتم يروح للفرقة قبل ما تش سموح مش بعد ما تش السوبر لإنه إدراكوا إنه اللعيبة عايش الفرحة فرايح علشان الرسالة المهمة جدا وحتى قال لهم تعبير كل واحد فيكوا لازم يكسر حد الفرحة اللي جواه ايه انتهى ما احنا اتفقنا كان مانو جسد يعمل ايه ايوه مش هتفضل عايش الفرحة وانا شفت زلال اه زلال مباراة الزمالك في الملعب النهاردة فيه ناس قدت أقل من مستوى ام إرهاق طبعا ربما لكن أيضا اه غزب عننا نفسي اللي بتاخدنا نحنا نعلق شوية عن الكرة امم لكن الماتش في مجماله أستاذ إبراهيم وأنا من الماتشات اللي يعني شفتها بعد نص ساعة كده أي لأن هنيجي نعلق عليها اللقطات من زيارة الكابتن محمد الخطيب لمعسكر للعيبة قبل مباراة سموح الحقيقة لا الأهلي عمل ماتش كويس أي حصل فترات فيها ضرب لأن كنت الأهلي بيلعبوا ضغط وده اللي عجبني الثلاث ماتشات بتوعنادي الأهلي اللي فاتوا أسلوب الضغط الفردي والجماعي اللي بتنظيم تنقيق مساحة الملعب والفرقة خطوطها مندمجة موجود آه مش على فترات التسعين دقيقة لأنه مسألة صعبة جدا إنك في بداية الموسم كمان طبعا في بداية الموسم وحتى لو في نهاية الموسم كنا بنشوفها الأهلي في الدور التاني مع كابتن حسام البدري كان بيعملها ويهدى شوية آه علشان كده كنا بنشوف ارجاع الكرة اللي أنا بكرهها اللعبة دي آه أنا وكل حضراتكم لكن هي لها مفهوم مش معقول أن أنا بقى عند الكرة نروح مراجع كرة الحقيقة ده متوصل لجوني هو مفهوم أن نعمل ستريتش آه بشد الفرقة اللي قدامي عشان نخرجها من حالة التكدس آه وهذا كان واضحا في المباراة الأولى بتاعتنا في أفريقيا أي أن أنت ضغطت جاي من طول الشيط الأولاني فالفرقة تكدست أي طب أنت عايز تفتح خطوط عملت إيه ما ضغطناش من الثلث الأولاني بتاعه أي لقينا نضغط من الثلث ملعب نحن لحد ما لقينا الصغرات ومن هجمات مرتدة عارفنا نجيبه الجليل فأحيانا يا جماعة سيبوا الكوتشات تفكر وتتصرف مش هنفضل كل واحد في دماغه حاجة لازم نفاهم الناس اعمل اللي أنا عايزه آه نتكلم كلنا في كرة ده حقنا لكن نفرض رأينا لا مش حقنا طيب كمان كان ملاحظ جدا أنه آه الخواجة بيريح أكبر عدد من اللعيبة النهاردة شفنا في التشكيل خمس عناصر مشاركوش في المباراة الأخيرة مع الزمالك ده معناه أنه بقى في عدلة في توزيع المهام وكمان الفرصة متاحة للجميع وفي حرصة على إراحة بعض الناس وعايز يشوفوا الكل وفي ظروف مباراة تختلفة على المباراة وعايز ياخد فرص أن يشوف كل الناس وفي تغييرات كمان إجبارية في ناس بتتعورد فكانت التشكيلة فيها تقريبا خمس عناصر ما بدأوش مباراة الزمالك والتغييرات أثناء المباراة نفسها برضو حملت نفس المعالي توزيع الجهد والمهام وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللعيبة للمشارك ودي رؤية جيدة جدا تدي له فرصة أن يشوف كل الناس ويجهز كل اللعيبة النهاردة الأهل بيلعب النهاردة الاتنين حيلعب يوم السبت مع كانو سبورت بطل غينية الاستوية في بيوت مطشة أفريقيا ويلعب يوم الأربع مع الانتاج الحرب في الدورة وكان بيلعب يوم الجمعة جمعة واتنين يعني لعبته جمعة واتنين وهتلعب سبت وهتلعب أربع فحتلاقي في مدة قصيرة قد لا تتجاوز عشان تلعب أربع متشارك لذلك الناس اللي عملت نفس الفين فلان فين فلان فين فلان أرجو ما نسألش هذا السؤال بقى لأنه واضح أن في حاجة الراجل ده بيعملها وأنه هتفيد الفرقة يعني عملية الروتيرشن لكلنا نقعد ننادي بيها أنا على فكرة لم أشهد الهاني سليمان الحقيقة كان صاحي جدا لما أشهده بهذا التقلق إن شاء الله تلات أربع كور حلوين فعلا كان من الممكن أن تتضاعف النتيجة بسهولة جدا النهاردة كان ممكن تتضاعف ويوم السوبر كان ممكن تتضاعف وده يخلينا نعود على الفرص بالنواجز بالذات الفترة اللي الفريق مسيطر فيها لأنه شكل اللعب في الشهد الأول صعب جدا قبول إن هيخلص واحد صفر بس مروان محسن بالمناسبة تعرض لإصابة في الوجه هو هنا عمل دوران وتمريرة سحرية رائعة حتشوفوا صورة مروان ربنا شويه إصابة مؤسرة خبطة في عظمة الوش فيه اشتباه في كسر عظمة الوش خضع للتشخيص الطب النهاردة يمكن الأشعة نتجته تظهر اللي لا دي عشان يبان شايفين تحت عينه ده كسر في العظمة هنا ربنا شفيه وعافيه والنهاردة التشخيص يطلع إذا جات لنا أي معلومات في نتيجة الأشعة الأخيرة وإحنا على الهوى حنطمن لكن ده اشتباه على فكرة الإصابة دي اللي كانت جات للكابتول الخطيب بس كانت أخوة من كده آه في العظمة دي آه ألف سلام المروان وإن شاء الله وديكوا شايفين إن شاء الله يعني يشفى منها سريعا بس هديكوا شايفين حجم الإصابات بالمناسبة حكم المباراة النهاردة لو فيه مأخز عليه واضح عدم حماية اللعيبة من الضرب المتعمد يعني واحدة من أهم مسؤوليات حكم المباراة حماية اللعيبة لما يلاقي فيه فريق عنده هذا الحرصة على اللعب اللي داشنج بضرب وبعنف لا يكفي إن أنت تصفر وتحسب فول لا يكفي لأنه حماية اللعيب الآخر أي لعيب لو اللي بيعمل ده الطرف العكس لازم تحمل فريق تاني فأتمنى إن حكامنا كده من بداية الموسم ياخدوا بالهم إنه هيبقى فيه عمف جديد جدا مطلوب من الحكام حماية كل اللعيبة في كل الفرع وده ما يكونش إلا باستخدام الكارت وبالتدخل الحاسب على الرغم اللازم نشيد بالروح الرياضية النهاردة اللي في الملعب وفي الأجهزة الفنية وأكتر من موقف كان حد بيقع في الناس لا أنا شخصيا مش مفع عليها قوي إن أنا طلع قرم الملعب لأنه دي شغلات الحاكم لو كان شاف إن اللعب اللي وقع ده وقع نتيجة عنف لازم يصفر هو اللي يصفر إنما عشان ما حدش تاني يقدر يستخدمه في أوقات أخرى إنه يقع عشان فيه هجمة وعدة أو يقع عشان يعطى اللعب أو يستهلك وقت إنما النهاردة الفرقتين تحلي بالروح الرياضية الحقيقة وتبدلوا كل واحد كان حد منه ويقع التاني كان بيطلع على الكورة ويعني كما كما نطالب يعني مهم